اشتركوا في القناة في حلقة اليوم نعلق على التطورات السياسية المتعلقة بسوريا بمعاية الأستاذ زوهر سالم مدى مركز الشيق العربي بلندن أهلا بك الأستاذ زوهر أهلا بكم يا مرحبا الأستاذ زوهر من بين أهم القضايا التي سيطرت أو استحوذت على الاهتمام فيما يتعلق بأشياء السورية قضية إدلب عادت قضية إدلب إلى الواجهة بعد سيطرة هيئة حرشام على حوالي 75% من أراضيها روسيا أثرت القضية بقوة مع الضغان خلال سيارته مؤخرا إلى موسكو وأكدت بأن ما يحدث مخالف للاتفاق ما هي قراءتكم لما يحدث بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله شكرا لكم أخي توفيق وشكرا لقناة المستقلة على هذه الفرصة وهذه الاستضافة بارك الله فيكم في الحقيقة الملف أو قضية مستقبل إدلب أو مستقبل كل المناطق المحررة في سوريا هو يخضع لرؤية مستقبلية استراتيجية دولية الرؤية الدولية التي تتمركز هو أن كانت روسيا أو أمريكية أو أوروبية دعانا نتحدث بالمكشوف كلها تتمركز حول ما يتحدثون عنه وحدة سوريا والآن أصبح بشار الأسد هو رمز وحدة سوريا عند هؤلاء فبالتالي هناك شبه التوافق على إعادة تسليط بشار الأسد على الشعب السوري وعلى إعادة الشعب السوري كما عاد الشعب المصري وكما عاد الشعب التونسي إلى حضن الاستبداد في سوريا ممثلا في شخص الأسد في مصر ممثلا في شخص السيسي حضن الاستبداد طبعا الضريبة كانت في سوريا كبيرة وضخمة والضحايا والدمار كبير جدا الذي الآن يحاول أن يحمي قدر استطاعته ما تبقى من أراضي محررة في سوريا هو الجار التركي لأن حماية هذه المناطق المحررة ومن ضمنها إدلب يعني هي جزء أيضا من استراتيجيته لحماية أمنه القومي ودعونا نتحدث بالأمور بكل شفافها الجار التركي الذي يعز عليه أن تنسف قضية الثورة والحرية وبالتالي أن يشعر من تبقى من الشعب السوري تعرف أخي توفيق ويعرف السادة المشاهدون أن إدلب كانت نقطة تجمع كل الثوار الذين أخرجوا من ديارهم من درعا ومن غوطا ومن حمص وكلهم اجتمعوا أين في إدلب وكثير من هؤلاء مطلوبون ومهددون بنظام بشار الأسد فبأي صيغة من الصيغة الكذوب الذي سيعود بها بشار الأسد إلى هذه المناطق سواء كانت أمريكية أو كانت روسية فإن هؤلاء ستكون أعناقهم مطلوبة لحبل المشنقة بالتالي أنا أتحدث الآن عن حرص تركية على أن يبقى هنا شيء مكان له خصوصية فإن هؤلاء سيجدون طريقهم بشكل أو بآخر إلى الهجرة من جديد وستكون تركية هي القبلة الأولى أو المحطة الأولى لهم أردت أن أقول بأن التحالف التركي الروسي ضمن الإيراني وربما تكون إيران في هذا الملف صاحبة دور ثانوي ليس على وفاق تام في قضايا عديدة في سوريا منها قضية إدلب التي نتحدث عنها السيد أردغان حكومته تحاول أن تظلل هذه المنطقة بظل من الشرعية ومن التوافقات الدولية مع الروس وفي المقابل الروسي يحاول أن يجعلها ورقة مساومة ليجعل الدولة التركية والحكومة التركية تسحب الفيتو الذي تطرحه على بشار الأسد وتعترف ببشار الأسد وتعترف بنظامه وها هنا يبقى السجال قائما بين الفريقين حتى حين الأخطر في كل ذلك وأختم بهذا وأعطيك الحق في السؤال الأخطر في كل ذلك أن المعارضة السورية شبه مستقيلة الفصائل السورية المعتدلة شبه مستقيلة ملاعب دومجيري كما يقولون مع هذا الفصيل الذي يسمى جبهة تحرير الشام والذي يحاول دائما أن يكون الذريعة للإنقاذ قضاض على السوريين ولتهجيرهم ولقتلهم طيب أنت قلت القوى العظمى أو القوى العظمى كلها متفقة على إعادة الشعب السوري إلى حظن الاستبداد هذا خلاص كلامك هذا ما يحدث يديك هذا مقدمة كلامي وهو التأسيس هل أفهم من كلامك أن هذه القوى هي تدفع بهيئة تحرير الشام للسيطرة على إدلب؟ يعني تحركات هذا الفصيل الذي أبى أن يكون وطنيا في أي لحظة من اللحظات وأصر على أن يكون كما قلت يعني صاحب مشروع خاص لا أريد أن أدخل في تفاصيل أعمق ولكنه أبى أن يكون وطنيا وأبى أن يكون جزءا من الثورة السورية وأعلن التزام بتنظيم عالمي لما يسمونه الجهاد ويسميه غيرهم الأرهاب أقول هذا التنظيم كان ذريعا وما يزال هو يعلم وهو متأكد وأنا أخاطبهم بأسمعهم والبارحة كان عندهم مشكلة وأحد أقطابهم استقال أو أخيل لا أعلم هو يعلم أنه عندما يأتي الطيران الروسي أبو اليقضان المسري أبو اليقضان هو الذي استقال شخصياتين اثنتين واحد استقال وواحد أبعد أقول عندما يأتي الطيران الروسي فأنه لن يستطيع أن يفعل شيئا بحكم موازين القوى المقررة علميا وعسكريا لكن لم تجيبني هل هم تفعيل السيطرة على إدلب وهم مخترقين أم يعملون لصالح أجهزة استخباراتية تتعلق بقوى القوى التي تحدثت عنها أم عبارة عن جماعة متطرفة متنطعة لا تراعي مصلحة تشامل دعني أختصر أنت جئت بوصفيني أنا أعتبرهم مهمين أولا هم مخترقون مخترقون وهذا نكرره في كل يوم نتحدث فيه عنهم يعني هم في قاعدة قد تكون من عامة الناس أصحاب الفهم القاصر والنظر القاصر وبالتالي يندحون تحت عنوين يعني إسلامية جهاد ودولة وانتصار وفيهم مخترقون من قبل أجهزة مخابرات عالمية تسيرهم وتدفعهم في هذا الطريق وفي هذا الطريق والدليل على ذلك حتى أنا أقول لأستاذ الله كثير ما يكتشفون بينهم بعض هؤلاء بين قوسين المخترقين فيصفونهم على طريقتهم ثم هم في الوجه الآخر الصالح منهم إذا كان فيهم صالحون متنطع قصير النظر لا يدري ماذا يفعل يسبب الهلاكة للشعب السوري ولقومه ولدينه ولعقيدته فهم من الوبال الذين قال الرسول صلى الله عليه وسلم في أمثالهم يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الدين كما يمرقوا السهم من الرمية كانوا وبالا على الشعب السوري وعلى الثورة السورية يقال أن وضع توكي غاموغيح فهي الضامن للاتفاق اتفاق سوتي إلى أن هيئة تحرير الشام التي سيطرت على 75% من المدينة جعلت الاتفاق عرضة للإنهيام كيف في اعتقادك ستتعامل توكي مع هذه المسألة وما هي الخيارات التي تملكها حتى الآن يعني الآن نحن إعادة توظيف أو تصنيف أو فرز قوة هيئة تحرير الشام اليوم قد تكون اليوم هي في صف الروسي وقد تكون هي في صف الأمريكي ولا أحد يعلم أين هي في هذه المرحلة الحساسية في الموقف الروسي التركي واضحة الروسي يضغط والتركي يقاوم والتركي يحاول هذه القوى يعني ربما تكون ولسيما بعد أن قامت بعملية القضاء على حركة الزنكي نعم أقول هذه القوى تعمل على أجندة ليست حتى الآن مكشوفة أجندة أقليمية وأجندة دولية لم تعود مكشوفة بوضوح نحن لا نملك أجهزة مخابرات مع الأسف حتى نتكلم بالوضوح المطلوب ولكن أين هو موقعها اليوم بين أجندات هذه الفرقاء المتشاكسة الثلاثة أو الأربعة أو الخمسة يصعب علينا التنبؤ وإن كان نستطيع أن نقول شيء واحد فقط أن موقفها هو ضد ثورة الشعب السوري ضد مشروع الشعب السوري في الحرية والكرامة والخلاص من الاستبداد هي تعطي الذرائع لأعداء هذا الشعب لكي يمعنوا فيه قتلا وتدميرا أنت لم تجبني عن سؤالي أجبت وضع توكيا ما هي الخيارات التي تملكها توكيا في مواجهة هذا المستجد الخيارات تحدث وزير الدفاع التركي منذ ثلاثة أيام وقال بأنهم يتحركون على محورين الملف الدبلوماسي على الطاولة ويقصد الملف الدبلوماسي على الطاولة مع الجهتين مع الأمريكي ومع الروسي فهم يحاولون بالدبلوماسية أن يعالجوا الموقف بشكل عام لعلهم يخففون من وطئة المستقبل وأن يحموا هذا الوجود دعني أقول الهش البشر اللي هو لحموا عظم ما ما فيه شيء يعني في المنطقة وأضاف أيضا قلنا عندهم محورين المحور الأول أنهم يضعون الملف الدبلوماسي على الطاولة ويعملون مع الجميع بكفاءة دبلوماسية مشهود لها حتى الآن ثم أنه عندهم قوات تتدفق إلى المنطقة لأنهم كما قلت ابتداء يجدون أن حماية هذه المنطقة من تغول أي قوة مستبدة مثل بشار الأسد أو غيره سوف يكون جزءا من معركتهم لحماية الأمن القومي الأتراك يقولون هذا الكلام الأمريكيون يتحدثون بلغة ثانية الروس يتحدثون بلغة ثالثة ومع ذلك علينا أن ننتظر قليلا إن عنوان ما يجري فيه المنطقة اليوم عنوان ما يجري في شمال سوريا وشمال شرق سوريا أيضا هو التربص الكل ينتظر الكل يحاول أن يتحرك بحذر شديد طبعا البارحة أو أول البارحة قوات التحالف الأمريكي قصفت قوات لمشار الأسد في المنطقة هذا يعني وبشار الأسد لم يستطع أن يجب على الأمريكي أبشر الأسد يجيب على الأطفال يرد على الأطفال ولكن لا يرد لا على الإسرائيليين ولا على الأمريكان أقول المنطقة شديدة الحساسية هي يمكن في أي لحظة أن تنفجر لا أحد يريد أن يكون مسؤولا عن الانفجار فالخيارات التركية كما قلت هم يقولون نحن نملك خيارا عسكريا نملك خيارا دبلوماسيا كما قال وزير الدفاع وليس من عندي نعمل على الخيارين معا ولكن كما قلت التربص والانتظار هو سيد الموقف لا سيما أن الأمريكي الذي أعلن أنه منسحب طرح سراتيجيات جديدة يمكن لو سألتني عنها أجيب عنها في سؤال آخر إن شاء الله سنتحدث في هذا الموضوع لكن هل أفهم كلامك عندما تحدث عن خيار عسكري يعني ممكن أن تدخل توكي في مواجهة مع هيئة حرشا يعني أنا لم أتحدث عن خيار عسكري وزير الدفاع التركي تحدث نعم فرق بين أن أتحدث أنا أو يتحدث أنا لا أملك أن أتحدث باسم الحكومة التركية أنا نسبت القول لصاحبه من ثلاثة أيام التصريح معروف تدولته كل وسائل الإعلام طبعا الدخول في معركة مع هيئة تحرير الشامو مع غيرها أو في دخول في معركة أيضا مع الطرف الآخر قوات قسد التي هي تهدد تركيا تهديدا مباشرا في عمق ديارها يعني هذا احتمال وارد ولا سيما في ظل تملص الرئيس ترامب والقوات الأمريكية مما وعدت به يوم تكلم ترامب مع أردوغان قال لأردوغان المنطقة لك وهذا الذي قلت لك يمكن أن أجيب عليه قال له المنطقة لك ولكن الذي نراه وبعد أن قال له المنطقة لك في اليوم التالي طلب من فرنسا أن تتحرك لتسد الفراغ الذي يمكن أن يحدثه خروج القوات الأمريكية ولكن في بدون أيام تحرك البنتجو الأمريكي يقول لترامب أين ذهب عقلك أين أنت إلى أين تأخذنا وزير خارجية تركي تنقل بعض وسائل الإعلام تقول بأنه اتهم دولا غربية ضمن التحالف الدولي لم يسميها بدعم هيئة حرشام من أجل تعطيل اتفاق سوتي وبهدف منع تشكيل اللجنة الدستورية في سوريا وضف الوزيرة مولود جوش أوغلو هذه الدول تحرك 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 على انتهاك اتفاق إدلب بتقديم الدعم المالي لها هذا الذي كنت أقول أن الأمريكي عندما قرر ولو بالوعد أن يخرج من سوريا حاول أن يوجد خلفاء له وليس خلفاء خلفاء له يعرقلون موضوع أن تكون تركيا جزء من المشهد وأن يكون لها دور في شمال شرق وبالتالي يقفون في وجه المشروع المنطقة الآمنة التي يتحدث عنها السيد أردوغان الآن نحن لسنا في حديث عن الدستور أنا لا يهمني موضوع الدستور وربما يكون لنا موقف من الدستور ولكن أن تتحرك هيئة تحرير الشام لخلط الأوراق من جديد ولضرب القوى ببعضها ولا سيما وهي تصفي قوى ثورية حقيقية مثل كما قلنا منذ قليل مثل حركة زينكي التي تمت تصفيتها بدم بارد وهي لو كانت محسوبة على الشعب السوري والثورة السورية هي كمن يقطع يمينه بشماله أو شماله بيمينه فبالتالي المشهد أن هذه القوى التي يمكن أن تؤجر كل القوى المستعدة أن تؤجر بندقيتها تشكل خطرا على المشاريع الوطنية والمشاريع الشعبية نحن رأينا ما سمي تنظيم الدولة أجرت بندقيتها رأينا قوات سوريا الديمقراطية هذه تؤجر بندقيتها نرى اليوم هذه الجبهة أيضا تؤجر بندقيتها كل الذين يستعدون لتأجير بندقيتهم مقابل أحيانا قد يؤجرونها مضطرين دعني أتكلم بكل صراحة يعني عندما حمل بشار الأسد وأنا لا أحب أن أطلق كلام ينتقدني عليه بعض المشاهدين ويقول بأن هذا الكلام مرسل وعلى عواهنه أنا أريد من سادة المشاهدين أن يتأملوا كيف حمل بشار الأسد في باصاته الخضر أعضاء من تنظيم الدولة أو فرقة من تنظيم الدولة من المنطقة الشرقية في تدمر إلى المنطقة الجنوبية على حدود السويداء وفق خطة استراتيجية ذات أبعاد سياسية وديمغرافية وطائفية لضرب السوريين والإخضاع فريق من السوريين وجعلهم ينحازون إليه هذه العملية لم تكن عبثا هؤلاء الذين ركبوا في الباصات الخضر وجاءوا إلى السويداء ليعرضوا بطولاتهم تحت مظل أسدية وصلوا إلى هناك إنما كانوا قد أجروا بندقيتهم سلفا قد يكونوا مضطرين ولكن هذا هو واقع الحال راجب طيب أردوغان قال أمس أن مدينة سوشي روسية ستستضيف قمة تركية روسية إيرانية قمة ثلاثية في رابع عشر من هذا الشهر من المتوقع جدا أن موضوع إدلب سيطرح ويطرح بقوة في خلال هذه القمة هذا لم يقل هو رئيس أجر أردوغان وإنما التوقعات المتابعين للشهر السوري ماذا تتوقع عنده؟ يعني هذه القمة الناس تنتظرها ويتحدثون عنها ويعتبرونها حتى قمة تمهيدية لما يمكن أن يجري بآستانا المتوقع منها أن تؤشر على موضوعين هامين بالنسبة للمشهد السوري المشهد الأول أو القضية الأولى ما سمي باتفاق إعادة طرح اتفاق أضنى اتفاق أضنى الموقع بين حافظ الأسد وبين الحكومة التركية الدولة التركية منذ عام 1998 لعله يعني قبل أن يموت حافظ الأسد 98 98 هذا الاتفاق يومها تم التوصل إليه بعد إخراج عبدالله أجلان من سوريا ونتيجة قيامه بكثير من الأعمال الإرهابية على الأرض التركية وقتله مع مجموعته الإرهابية يعني فقط السادة المشاهدين يسمعونني حتى يتذكروا الرقم عشرات الألوف من المواطنين الأتراكي قد يبلغ العدد 40 ألف في عمليات كانت تجري كل يوم في أسواق المدن التركية الكبرى عمليات إرهابية تستهدف زعزعة الأمن التركي كان هؤلاء الإرهابيون يتدربون على الأرض السورية في معسكرات تقوم لهم على الأرض السورية يتسللون والمناطق الحدودية مكشوفة وجبال وعرة بين سوريا وتركيا يتسللون إلى الأراضي التركية ثم يقومون بتنفيذ هذه العمليات المخططة والمدبرة بعد أن ضجت الحكومة التركية من ثقل هذه الجريمة اضطرت في يوم من الأيام إلى تحريك الدبابات التركية بمعنى أنهم يريدون أن يدخلوا عنوة الأراضي السورية لكي يهاجموا معسكرات الإرهاب هذه طبعا وبعضهم أيضا كان يتدرب في البقاع في لبنان حتى أكمل الصورة للسادة المشاهدين عندما تحركت محركات الدبابات التركية قرر حافظ الأسد الإذعان والرضوخ وطلب وساطات دولية فتوقف المشروع التركي بوساطة روسية بوساطة روسية وغيرها وتم خطوتين الأولى تسليم أو إخراج يعني أقول بدقة إخراج عبدالله أجلان من سوريا فلما خرج هائما على وجهه لتقط أظن في المحطة الثانية أو الثالثة وسلما للأتراك وهو الآن في سجن هناك ثم إلغاء هذه المعسكرات ثم توقيع هذه الاتفاقية التي تسمى اتفاقية أظنى والتي الآن قد بعثت من جديد الآن بعد عشرين سنة تقريبا التي تتيح للجيش التركي أن يتعقب هؤلاء الإرهابيين إذا دخلوا إلى بلاده أن يتعقبهم داخل الأراضي السورية حتى عمق خمسة كيلومتر هذا كلام كثير عن اتفاقية أظنى لماذا يبعثها الروس اليوم الروس يبعثونها اليوم لأن هذه الاتفاقية أنا أقول للسادة المشاهدين السوريين هذه الاتفاقية موقعة بين حكومتين حكومة تركية وحكومة سورية فاليوم إذا أردنا أن نضع هذه الاتفاقية على الطاولة وجب أن يعود الفريقان الموقعان عليها إلى الطاولة معنى أن يجلس التركي والسوري أو الأسدي على طاولة واحدة هذا هو المطلب الروسي الروسي لا يهتم كثيرا بتفاصيل هذه الاتفاقية ولا تهمه كثيرا ولكن يقول للأتراك أنتم تريدون اتفاقية أضانة اتفاقية أضانة هذه أنتم قعتموها مع حكومة سورية عليكم الآن أن تعودوا للجلوس مع هذه الحكومة السورية ومن هنا بدأنا نسمع الأحاديث التي تتردد ويرددها الناس اليوم بأن تمت علاقات على مستوى متدني بين أجهزة مخابرات تركية هذا ليس تسريح بعض الناس هذا تسريح ودوان نفسه أردوغان ورئيس الوزراء والكل هناك علاقات على مستوى متدني بين ممثلين للأمن التركي وممثلين لبشار الأسد هذه العلاقات هذا المكسب السياسي تعمل عليه روسيا يعني يعادة تأهيل النظام يعني نحن عندما وجدنا أن بعض الدول العربية بس كلمة تتسارع لكي تعيد يعني علاقاتها مع بشار الأسد كان للسيد أردوغان موقفا مشرفا عندما قال أنا لا أستطيع أن أمد يدي لمجرم حرب ولا أن أجلس معه الروس يعملون على كسر هذا الموقف التركي وبالتالي يضغطون لكي يعيدوا العلاقة بأن يعترف سيد أردوغان ببشار الأسد وهذا المطلب طبعا هو مطلب سياسي حتى الآن السيد أردوغان يأبى ذلك ويقول قد نضطر إلى علاقات كما صرح ولكن لن تكون على نسو عندي كلام هنا قال أردوغان أن هناك لا تزال سياسة خارجية بين توكيا والسوريا إلا أنها على أدنى المستوى وآشار أردوغان إلى أن جهزة الاستخبارات غاملزمة بالتحرك وفق تصريحات الزعماء أو وزارة الخارجية يعني أتكلم عن الاستخبارات يعني الاتصال الاستخبارات لم ينقطع بين البلدين هذه التصريحات الآن مستجدة يمكن عمرها ثلاثة أسابيع أردوغان نفى أنه وهنا يجب أن ننظر إلى الأمر بطريقة متوازنة نفى أنه من الممكن أن يجلس مع بشار الأسد أو أن يطبع علاقته معه وسماه باسمه مجرم عرب ولكنه قال ولكن الضرورات القائمة في المنطقة قد تقتضي أن يكون هناك لقاءات على مستوى متدني بين الفريقين وهذا الذي الآن يعمل عليه أعداء تركيا وأعداء الثورة السورية أنه أنظروا إلى صاحبكم أنهم الآن ينسقون مع بشار كلامه يفهم أنه أن العلاقات الاستخباراتية أو التواصل الاستخباراتي بين الأجهزة الاستخباراتية الطوكية والسورية لم تنقطع يعني طول مدة الثورة السورية هكذا يفهم كلامه ماذا يعني بذلك؟ وفيما كان الاتصال يعني حول فائل مسائلة ممكن أن تبقي الاتصال بين الجهازين ربما في طبيعة العلاقات الدولية يعني شيء مميز عن طبيعة العلاقات الشخصية يعني نحن الفرد إذا غضب من فرد أو سخط عليه ربما يستطيع بكل سهولة أن يغلق الملف يحزف اسمه من ديت التليفونات لا يتصل به لا يسلم عليه لا يكلمه لا لا هذا ممكن الدول علاقتها أكثر عمقا وأكثر تشابكا وثمت أمور لا أحيانا قد تكون لمصلحة الطرفين أو لمصلحة أحد الأطراف لا بد من متابعتها وبالتالي تتم متابعة هذه الأمور على مستويات متدنية من أجهزة الأمن هل تقصد بذلك حركات الكندية الانفصالية مثلا يعني محاصرة هذه الحركات الحديث عن التضييق عليها الحديث عن وحدة سوريا أصبح الآن مطلبا تركيا يعني كثير من الأمور التي يمكن أن تبقى عالقة نحن كنا نحلل ماذا سيجري في سوتي أنا تحدست عن النقطة الأولى إذا أحببت ننتقل إلى النقطة الثانية النقطة الأولى هي قضية اتفاقية أضنى وكيف توضع النقطة الثانية إذا أحببت هي قضية الدستور وتمرير تمرير قضية اللجنة الدستورية بتركيب ما يتوافق عليها الأطراف اللجنة الدستورية طبعا نحن كسوريين ننظر إلى الدستور على أنه نوع من أنواع الخزعبلات التي لا قيمة لها الإنسان في سوريا مشكلتنا ليست في دستور ليست في كلام مطبوع مكتوب مشكلتنا في إنسان لا يحترم الدستور في رئيس أو وزراء يعتبرون الدستور لا قيمة له وبالتالي الآن إذا تم تمرير إذا تم تمرير اللجنة الدستورية بالتركيبة التي اقترحها الروس وما زالوا ثلث لبشار الأسد وثلث لسموه المعارضة ثلثين من جماعة بشار الأسد معنى ذلك أنه تمت رصاصة رحمة تطلق على الثورة السورية حتى لو جاءوا بدستور مثالي من كل النواحي أنا أقول ستكون هذه العملية أو هذه الخطوة خطيرة جدا جدا في مستقبل الثورة السورية تعال ملفين ماذا عن ملف إدلب هل تعتقد أنه يكون حاضف في هذا يعني هو ملف إدلب سينتهي أو سيتم تحليله عندما يتم تجاوز هذين ملفين لا عندما سيتم التواصل الذي يريده الروس بين السوريين وبين الأتراك بين بشار الأسد وبين الأتراك وبالتالي سوف يكون هناك نوع من التناغم نتكلم عن صفقة في هذه الحالة يعني سيكون طبعا إذا تم هذا سيكون هناك صفقة وهذه الصفقة تريح الجانب التركي من جهة الهاجس الأمني الذي يهددهم وهو قوات قسد واليوم الجديد في قوات قسد أن ممثلة هذه القوات التي يسمونها إلهام أحمد والتي كانت في زيارة لواشنطن قد أخذت توجيها من المخابرات الأمريكية ربما أن تخترق أو أن تحدث اختراقا سياسيا بأن تطالب بلقاء مباشر مع الحكومة التركية سنت إلى هذه النقطة أنا من نقاط للمدرجة في الحوار اليوم لكن أردوغان يعني صراحة قد نهدف إلى إقامة منطقة أو مناطق آمنة يمكن أن يعود إليها أربعة ملايين سوري في بلدنا وقال وأعتقد أن عدد سوريين الذين سيعودون سيتجاوزون الملايين عندما تكون هناك مناطق آمنة هل سيتحقق ما يتطلع إليه أردوغان يعني هذا تلخيص جميل من السيد أردوغان للمشهد هو حلم هذا هو يحلم هو يحلم بمنطقة سورية آمنة يعود إليها سوريون يعيشون في وطنهم تحت مظل من الأمن والحرية والكرامة وطلب الرزق العافية هو يحلم بهذا ما هو التدبير الروسي ما هو التدبير الأمريكي التدبير الأمريكي أن يلقوا أن يلقوا على كاهل تركية التي يحاربونها بشدة أنواع الحرب من الانقلاب العسكري إلى الحرب الاقتصادية أن يلقوا على كاهل تركية مسؤولية أربع ملايين آخرين ربما لو سيطر بشار الأسد بأي شكل من أشكال السيطرة على المناطق مناطق إدلب وما حولها سوف لا يجدون أمامهم خيار إلا أن يلقوا بأنفسهم إلى تركيا ولو عبر حقل من الرماية المفتوحة لأن الموت المحقق هو في الشق السوري والأمل في النجاة ولو في المية واحد هو في الشق التركي وبالتالي لاحظ المعادلة كيف هي أردوغان يحلم أن يتخفف طبعا طال الزمان الدول الأوروبية تعد ولا تدفع شيئا لتركيا وتركيا تتحمل مليارات الدولارات في الإنفاق على هؤلاء اللاجئين هناك مشكلات اجتماعية ثقافية فكرية سياسية ناجمة عن هذا اللجوء وكل هذا والآن أردوغان يحلم بأن يتخفف والآخرون يحلمون ماذا أن يزيد العبء عليه بتوريد المزيد من اللاجئين إلى تركيا هذه المعادلة التي يتم اللعب عليها سياسيا هذا ليس في صالحه مستوزوير لأن توكيا أيضا هددت من جاء أخرى قالت لو حدث أي شيء في إدلب سيفتح حدودي أيضا هي هددت ولكنها لم تفعل هنا نقطة مهمة جدا جدا تركيا حتى اليوم حتى اليوم تمارس سياسة ضبط النفس تجاه الغرب الذي ينظر إلى القضية وكأنها لا تهمه لماذا تركيا تمنع اللاجئين السوريين من الوصول إلى الطرف هناك جانب إنساني الأردوغان والأتراك النخبة في المجتمع التركي يقولون هؤلاء ضيوف وليسوا لاجئين عندنا هؤلاء إخواننا مهاجرون وأنصار كل كلام طيب ولكن أيضا عندما يضبط قارب قارب للسوريين يريد أن يتوجه إلى الطرف الآخر من العالم يتم منعهم من الهجرة إذن الآن خلال هذه الأربع سنوات من 2014 حتى الآن كان ممكن تركيا خففت عن نفسها مليون من الملايين الأربعة وهؤلاء ربما أشعروا العالم المتجاهل لمشكلتهم أن هناك مشكلة في سوريا تحتاج إلى حل وأن هؤلاء اللاجئين لا يمكن أن يعودوا تحت بسطار بشار الأسد كما يحلم بوتين وكما يحلم بلافرف وكما يحلم الولي الفقيه بل كل السوريين الآن الذين يعيشون في سوريا والذين يئنون حتى من فقد الغاز والمازوت وهي مشكلة داخلية الآن مؤرقة حتى على مستوى أنصار بشار الأسد سوف يجدون سبيلهم إلى الهجرة من وطن خراب ينعق فيه البوم والغراب لن تكون سوريا وطنا خراب كما يريدها لا الروسي ولا غير الروسي في هذا العالم هل تعتقد أن السوريا في حالة ما إذا حدث أي شيء في إدلب سوف تغلق حدودها أيضا معروبا؟ يعني في حالة ما إذا تدفق عليها يعني هذا خيار تركي هذا خيار تركي هل عندها قدرة استيعاب أربع ملايين نظر فيها اسمح لي هذا خيار تركي أنا أنظر إلى الماضي الآن خلال الأربع سنوات وربما ننظر إلى المستقبل كيف سيكون التصرف كيف ستكون منظومة السياسات الدولية هو خيار تركي تركيا أحيانا تلوح بهذه الورقة التي تتفضل بها ولكن حتى الآن الموقف الذي عليه الأمر أن تركيا تحملت العبء منفردة حتى التعهدات التي تعهد بها الاتحاد الأوروبي أن يدفع جزءاً جزءاً من تكلفة استقبال هؤلاء اللاجئين كما يقول سيد عبدالغان دائماً لم يفي بها الاتحاد الأوروبي طيب الآن هناك مسعى تركي لإقامة منطقة آمنة فيما هناك عرض موسي فيما يتعلق بإعادة إحياء وبعث اتفاقية أضنى يعني الأمران يتناقضان يعني إقامة منطقة آمنة لا تحتاج تركيا في هذه الحالة لتفعيل منطقة الاتفاقية السلفة الذكب يعني في اعتقادك أنت إلى أي خيار ستميل توكيا وهل الآن هناك دعوات أكثر داخل كونغرس الأمريكي حسب ما معرفت أنهم يطالبون بإنشاء منطقة آمنة مشتركة يعني إضاءة دولية مشتركة يعني لاحظ أنا لا أعتبر أنه بعث قضية أضنى يعني متناقض مع إقامة المنطقة الآمنة بل هما يعني متداخلان هذا جزء من هذا وهذا يمكن أن يعين على هذا لكن الخطورة فيما تفضلت به أن الأمريكان ودراساتهم اليوم وتقاريرهم ولأنهم يعني لا يريدون طبعا ترامب بكل عنجهية ولغة مستفزة ترك المتحالفين معه من الأكراد قصد قصد تركهم لمصيرهم بطريقة متعجرفة جدا جدا ولا مبالية الآن هو بعد المستشاري ولا سيما الجانب الصهيوني وأنا أقرأ تقارير الصهاينة وكان فيه تقرير أول أمس في معهد الشرق الأوسط في معهد واشنطن عفوا في واشنطن اسمه معهد واشنطن لدراسات الشرق الأوسط يتحدث عن أهمية هؤلاء الناس وحمايتهم فبالتالي هم يتحدثون أنه ممكن تصير منطقة آمنة لكن لتحمي لا لتحمي السوريين من بشار الأساد تحمي قصد لتحمي هذه المجموعة من الأكراد من التركيا يعني هذه منطقة آمنة بمشألة كما نقول بالمقلوب فما السوريون لا يهتم بمصيرهم لا صهيوني ولا أمريكي ولا روسي وبالتالي هذا التقرير وهو تقرير وهذا المعهد له باع فيما يكتب فيما يصل إلى الإدارة الأمريكية أقول الآن المنطقة الآمنة هناك محاولة نعم منطقة آمنة ولكن بطريقة لا تخدم لا السوريين ولا تخدم المشروع التركي الذي يحاول الدفاع عن نفسه هناك كما قلت منطقة أو يعني العنوان العام لما يجري في المنطقة يمكن أن نقول هو التربص والانتظار التركي الآن عنده فسحة أكبر للعب على السياسات بعد أن يعني تحسنت علاقته قليلا بالجانب الأمريكي هو أقول وبعد الآن أيضا هذا التصعيد الكبير الحادث بين السياسة الأمريكية والسياسة الروسية ولسيما على مستوى الانسحاب من اتفاقية الأسلحة النووية والذي تصاعد خلال الأيام الماضية منذ يوم أو يومين كان بوتين مجتمع مع وزير دفاعه شويغو مع وزير خارجيته وهو يتحدث عن تصنيع صاروخ أبعد من الصوت وعن إعادة نصب صواريخ ردا على سياسات الرئيس الأمريكي الذي يعني حيثما صار فجر الألغام دون أن ينتبه إلى الأثار الكارسية التي تنتج عنها طيب هناك تصريحات أنت ذكرتها في البداية تتعلق بحركة قصد التي هي أحد المحاور الخلاف بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين توكيا هذه الحركة تقول بأنها مستعدة لفتح حواء مباشر مع توكيا في تطور لافت وأيضا تقول بأن توكيا ليست عدوة لنا هذا التطور على ذلك التفسير ما الشيء الذي دفع حركة قصد وهي حركة القوات السورية الديمقاطية لاتخاذ مثل هذا الموقف وتوجه أو السعي لفتح حواء مباشر مع توكيا يعني قاتل لا نحتاج حتى إلى وسط يعني أريد أن أقول بأن أولا هذه لا سورية ولا ديمقراطية هذه القوات وأريد أن أقول ولا كردية أيضا يعني إحنا المجتمع الكردي وأخواننا الأكراد هم جزء من مجتمعنا السوري وجزء من شعبنا السوري وهم ممثلون في المجلس الوطني هذه القوات وأيضا هي يعني أقل مع الأسف أقول هي أقل من أن تكون ورقة عند الأمريكي والرئيس ترمب عندما قرر قال شأن سحب لم يفكر فيهم ولولي لحظة واحدة ولكن مهندسي السياسات هم يقولون الآن هؤلاء يعني رجال الصف الثاني والثالث من صانعي السياسات في الغرب أن هذه الورقة التي استفدنا منها والتي صلتناها على الشعب السوري والتي قتلنا بها الكثير من السوريين والتي شردت وقتلت واستباحت وفعلت قتلت سوريين وقتلت غير سوريين قتلت عرب وقتلت كرد أقول يجب أن نحتفظ بهذه العصة لعلها تلزمنا مرة ثانية هذا هو الموقف الآن في الصفوف الخلفية في الولايات المتحدة الأمريكية الآن الكلام الذي يقوله مسؤول رسمي والله نحن تركيا ليست عدو لنا لا نحتاج إلى كثير لنذهب إلى صفحاتهم على الفيسبوك ونقرأ كيف يكتبون عن تركيا كيف يكتبون عن الحكومة التركية كيف يكتبون عن الشعب التركي كيف يكتبون عن الشعب العربي كيف يكتبون عن الشعب السوري كيف يكتبون كيف يكتبون حتى نرى الموقف الحقيقي لهذه الزمرة أو لهذه المجموعة أنا قلت لا تمثل الأكراد ولا تمثل شعبنا الكردي أو الذي هو جزء من شعبنا فالقصد هؤلاء الآن هذا كلام وضع على ألسنتهم لتدوير لعبة سياسية أمريكا هم حاربوا إلى جانب الأمريكان فهم الآن يلعبون على خطي وهذا آخر تصريح مستعدون أن يجلسوا مع الحكومة التركية وبيلا وسطا ومستعدون أن يجلسوا مع بشار الأسد وبيلا وسطا لاعظ خمسون سنة نصف قرن وهم يقرعوننا بأن البعث العربي الاشتراكي دمرهم ونتهكوا ومسحب منهم الجنسية وقتلهم وفعل فيهم وفعل فيهم واليوم يصبح الشعب السوري عدو يصبح زهير عدو ويصبح بشار الأسد صديق وهم مستعدون أن يجلسوا لا لا صديق ومستعدون لا لا مع كل الشعب السوري الشعب السوري كان عنده مجلس وطني في المية تسعين من الكرد الشرفاء تمثلوا في المجلس الوطني هم رفضوا أن يذهبوا إلى المجلس الوطني واليوم يعلنون أنهم مستعدون أن يجلسوا مع قاتلهم ومنتهيكهم ومدمرهم والذي حرمه من الجنسية بشار الأسد على أنه رئيس لسوريا هذا الموقف لا اسمعني أكمل أكمل فكرتي هذا الموقف يدل على أنهم أمروا فأطاعوا هم أدوات لا يملكون قرارهم انتهى تفضل سلم هم قالوا بأن اتصالتنا مع الائتلاف الوطني لم تنقطع هذه أحدى التصريحات لا هذا ليس صحيحا هذا ليس أيضا أستاذ زهير اسمح لي اسمح لي هم يخونون إخواننا الكرد الموجودين في الائتلاف الوطني خلينا أكمل كلامي أيضا هناك نموذج مثلا في العراق إقليم كودساء العراق والبرزاني والبشمارقة وغيرهم هم أكراد لكن عندهم حكم ذاتي في منطقة يعني بعد معاناتهم خلال عهد النظام السابق عندهم حكم ذاتي الآن وعيشين ومتعايشين مع توكيا لماذا لا يكون قصد والأكراد أيضا لعاشوا الاستبداد في سوريا عاشوا حاملهم من الجنسية وكثير من الانتهاكات التي تقبت ضدهم من قبل النظام القائم الآن لماذا لا يكون محقهم أيضا يكون عندهم مثلا حكم ذاتي ويتعايشون أيضا مع توكيا مثل الأقليم كودساء العراق سؤال واضح أولا المظلوم الضحية لا يتعلق بذيال جلاده هذا قلت أنا منذ قليل لكن أنت عندما تضرب مثل في العراق علينا أن ندرس الجغرافية والديمغرافية كم نسبة هؤلاء الكرد الذين تتحدث عنهم في العراق بالنسبة للشعب العراقي ككل وبالنسبة للمناطق التي يعيشون فيها ويشكلون لأنفسهم حكم ذاتي فيها كم نسبتهم إلى مجموعة سكان أنا ما عندي أرقام أنت ما عندك أنا عندي كيف عندك؟ أنا عندي أنا عندي أنا عندي أنا عندي المنطقة التي يريد أن يجعل منها هذا الفريق مستعمرة نسبة العرب فيها سبعين في المئة يريدون أن يقيموا كيانا استعماريا على طريقة الكيان الصهيوني نسبة العرب فيها سبعين في المئة ينضم إليهم جنسيات أخرى أو إثنيات أخرى دعني أقول من تركمان وآشور وكلدان وواواواوا يصير عندك 80% يعني هما في هذه المناطق التي يعني نسبتهم فيها هي الأكبر في سور لا توجد لديهم منطقة واحدة يشكلون فيها أكثرية مطلقة فنحن لا نستطيع أن نقول العراق وأربيل وسوريا والحسكة والقامشلي لا يمكن أن نقول هذا الكلام أخي الحبيب هنا تحكم الديمغرافيا يحكم نسبة السكان في المئة سبعين من عموم سكان هذا الإقليم اللي بسموه الآن شمال شرق سوريا هو ديار بكر كلمتي ديار بكر يعني مين؟ يعني بكر بن وائل جد العرب الأول ديار ربيعة من أجداد العرب الأوائل هذا قبل الإسلام كان مقررا نسبة العرب في هذه المناطق ونحن لا نضيق لا بكردي ولا بتركماني أهلا وسهلا بالجميع وإن كانوا أهل البلد وإن كانوا جايين ضيوف أهلا وسهلا نحن لا نتحدث الآن عن أن هناك منطقة كردية خالصة أو غالبة تريد حكما ذاتيا نحن نرفض تقسيم سوريا من جهة ونرفض أن تقوم هناك مستعمرات إحلالية استيطانية على حساب الشعب السوري من جهة أخرى يقال أن الولايات المتحدة الأمريكية تتجه لإيجاد بديل في المنطقة يعني الشرق الفورات للقيام بنفس الدولة تقوم به حركة قصد يكون مقبول من حليفتها توكيا وأقصد هنا الموشح في هذه الحالة حسب بعض المصادر هي القوة البشماجة وأيضا قوة النخبة التابعة لجربة يقال أن مقبولات لدى توكيا وبالتالي تكون يعني الولايات المتحدة الأمريكية حلت خلافتها أو وضعت حد لخلافتها مع توكيا إلى حد هذه وعية قابلة للتحقق في غايةك؟ يعني القبول للتحقق طبعا لا تؤخذني الذي يملك القرار السمات هذه المعلومات؟ نعم قالوا أيضا من المجلس الوطني الكردي أيضا يمكن أن يكون من كراد المندمجين مع الشعب السوري ومع الثورة السورية هذه كلها أقوال أنا لا أستطيع أن أنفي أن الذي يملك المال يمكن أن يجد بعض ولكن نحن كسوريين نرفض كل البنادق المؤجرة نحن أصحاب مشروع وطني سوري يشمل جميع السوريين نبحث للحياة الحرة الكريمة لكل مواطن سوري مهما كان عرقه أو جنسه أو دينه أو مذهبه هذا هو مشروعنا من ينضم إلينا في هذا المشروع ويقبل به فحياه الله سوريا محدة سوريا واحدة شكل نظام الحكم يقرره برلمان سوري حر ولا تقرره البندقية الأمريكية لماذا لا تلاف الوطني؟ لا يقرره البندقية الأمريكية تقرره عندما نذهب إلى مجلس نواب ونضع دستور سوري على أساس من الحرية نتفق على كل هذه التفاصيل لكن نقول لك لو لم تكن قوة سوريا الديمقراطية موجودة في شرق الفرق حتى سيطرة تنظيم داعش أو النظام السوري على تلك المناطق هذه اللعبة لماذا لعبة؟ هذه سخافة أمريكية هذه سخافة أمريكية لا لا هذه سخافة أمريكية وسخافة روسية وهذا الوهم الفزاعة لما إحنا كانوا أول إذا كان يخلوا العصفير لا تنزل على الحقل بساور رجال من خشبتين وحطوا عليهم تييب هذه الفزاعة لا يفزعوا منها الحقيقيون لا هذا التنظيم ولا ذاك التنظيم لهم حقيقة هؤلاء أيضا بعض الأدوات وبعض البنادق المؤجرة لعبت بهم الولايات المتحدة ولعبت بهم الروس ولعبت بهم أعداء الشعب السوري حتى شوهوا الثورة السورية ما قرارتك لما يحدث بين ترامب وبين الكونغرس الأمريكي وبعض المؤسسات الأمريكية الأخرى التي ترفض قرار ترامب الخروج أو الانسحاب من سوريا أن تتعف الكونغرس مؤخرا أصدر التشريع غا ملزم أو غا نافذ غمزي يعارض خطة ترامب يعني هنا كما كنت أقول بأن الرئيس الأمريكي الذي يتعامل بلا مبالاة وباستخفاف بدول العالم وبمصالح الشعوب ويلقي الكلام على عواهنه وبدون تبصر يعني أعطى صورة سيئة ليس فقط على مستوى القضية السورية وإنما على مستوى قضايا كثيرة في هذا العالم أقول بعد أن نطق الرئيس الأمريكي كما نقول سكت دهرا ونطق كفرا أو هجرا نطق بهذا الكلام الآن يحاول أساس الأمريكيون من حوله أن يتداروا على هذه الفضيحة بأنهم كيف يمكن أن يغادروا المنطقة وبالتالي يخرجون من منطقته الشرق الأوسط يعني بحالة من الهزيمة الرئيس ترامب لا يدري لا يدري أن هذه التي كان ينظر إليها أنه الله سوريا وقال في تصريح له أنه سوريا ماذا فيها ولماذا نقاتل في سوريا ولماذا نبقى في سوريا لا فيها مال ولا فيها غاز ولا فيها بترول إنما هي دم ورمال هذه عبارته وليست من عندي يتابعها السادة المشاهدون رغم أن هناك أخبار تقول بأن سوريا فيها احتياط الضخم من الغاز يا سيدي هم عندما يريدون عندما يريدون يعني يدخلون السماوات في القبوات كما يقول العامة عندنا هذا تصريحه الأخير بأنه نحن لماذا نبقى في سوريا سوريا ليس فيها إلا الدماء والرمال نعم شرق المتوسط الآن من أكبر احتياطي الغاز في العالم وربما روسيا تضعيذها عليه أنا أقول الساس الأمريكيون وليس الرئيس الأمريكي الطبقة الثانية والثالثة الآن يحاولون أن يرقعوا الخرق الذي أحدثه تصريح ترامب الأهوج اللامبالي أجلوا الانسحاب لشهر أربعة الآن اليوم صحيفة روسية تقول ترامب بطل ينسحب من سوريا ولسيما بعد الضربة التي وجهها أو التحالف الدولي لقوات بشار الأسد نحن أمام اللغز السياسة الأمريكية أو الدبلوماسية الأمريكية تسير بإرادة متأرجحة هل هناك غياب استراتيجية لدى الولايات المتحدة لدى رئيس ترامب لدى رئيس ترامب بالدرجة الأساسية الرئيس ترامب ومن قبله أوباما أيضا لم يكن أفضل حالا ولكن الرئيس ترامب يصنع قراره بتغريد على تويتر حتى في عزل وزير خارجيته وشيء مضحك في هذا العالم ومع ذلك نقول الإنسحاب الأمريكي من سوريا إذا تم سيخلف مشكلة وكذلك ما صدر عن الكونغرس فيما يخص حتى لا ينتهي الوقت نزال معنا أقل من خمس دقائق الأستاذ زهير قانون القيصر الذي تم إصداره من 2016 يعني أعيد إحياء هذه المرة إفاذ عقوبات قاسية يقال على مجموعة من القيادات السورية لماذا أعيد إحياء هذا القانون مجددا طبعا هذه السياسة وهذه الدبلوماسية وهذه أجهزة المخابرات عندما تمسك بالملفات لتستخدمها كما يقولون في الوقت المناسب أنا سأقول كلام مهم جدا جدا هذا القانون الآن الذي تم اعتماده في مجلس النواب سيعتمد مجلس الشهور سيصل إلى الرئيس ترامب ليست خطورته فيما يفرض من عقوبات على شخصيات سورية من أتباع بشار الأسد له بعد سياسي آخر يتعلق بالسياسات الدولية أليست روسيا وبوتين يرفع ملف إعادة بناء سوريا ويقول للدول تعالوا لإعادة بناء سوريا هذا القانون يفرض عقوبات على كل الدول التي يمكن أن تشترك في إعادة بناء سوريا بين قوسين أو في دعم بعض الأطراف التي تقوم بإعادة بناء سوريا يفرض عليها عقوبات في حال فعلت ذلك بموجب هذا القانون عشر سنوات على ما أعتقد فالآن قبل أن يقوم حكم سياسي يقوم على إصلاح سياسي حقيقي فالآن لنفرض أن الاتحاد الأوروبي ودوله أرادت أن تدخل على خط إعادة الإعمار في سوريا بريطانيا فرنسا سبانيا قالوا السعودية من قبل دعنا قبل السعودية أنا ماشي معك خطفة خطفة فهذه الدول الأوروبية لو أرادت أن تدخل على الخط فأن هذا القانون ماذا يفعل يتهددها بعقوبات أمريكية خطيرة أنا لا أعتم أنه يفرض عقوبات على جماعة بشار الأسد جماعة بشار الأسد لا ينسألين بهذه القوانين لأنهم يعرفون كيف يحسبون حساباتهم طيب نأتي للدول العربية الآن الدول العربية أنت ذكرت السعودية دول الخليج العربي مصر غيرها والذي تلمزوا لكي يجلسوا مع بشار الأسد ويأكلوا صحن حمص كما قال الصهيوني مجتهي على صحن حمص في دمشق أقول هؤلاء أيضا إذا ساروا في هذا الطريق حسب ظاهر الأمر فأنهم سيكونون عرضا للعقوبة الأمريكية بالتالي هذا القانون هذا القانون أو هذا القرار ليس سهلا بالنسبة لروسيا للمشروع الروسي أنا قلت ثمة تصعيد اليوم على قضايا غير سورية في الملف الروسي الأمريكي هذا التصعيد سوف يستوجب مواقف ربما أكثر حزما بالنسبة لولايات المتحدة الأمريكية يعني حفظ كلامك هذا أن تصحيح وزير الدولة لشؤون خارجية عضو مجلس الوزراء السعودي عادل جبير عندما أكد وأخرا فقط أكد أن بلاده تجري مشاورات مع عدة دول عربية لحفاظ على وحدة سوريا واستقلالها وتطبيق قرار مجلس الأمن 2254 يعني كلام مضروس له علاقة يعني أو رابطة مع قانون قيصر أيضا طبعا له علاقة ودعني أقول شيء يعني نحن مشان نضع الأمور في نصابها اجتمعت الدول العربية منذ أسبوع أو عشرة أيام لكي يعني تسوي وضع وعندما كانوا في لبنان في قمة اقتصادية لتسوية وضع بشار الأسد الحقيقة ويجب أن يعرف السادة المشاهدين وأنا أحاول دائما أن أنقل حقائق الموقف الأقوى الذي عارض عودة بشار الأسد إلى الجامعة العربية وتسوية وضعه هو الطرف السعودي وخرجوا يعني مصر كانت مندفعة ومشجعة والأطراف الأخرى كانت مندفعة ومشجعة لكن الموقف السعودي ظل متمسكا ببعض الشروط لا أدري كيف يمكن أن تتطور الأمور ولكن يجب أن ننقل هذه الحقيقة نحن نقول للدول العربية بأن الشعب السوري هو جزء من هذه الأمة ولكن بشار الأسد ليس بالضرورة كذلك بشار الأسد هو طارئ على التاريخ وعلى الجغرافيا وعلى سوريا وعلى شعبها وهو الذي قال في غيره أشباه الرجال الذين سيتعاونون مع بشار الأسد هم في الحقيقة كما قال فيهم سيصدقون على دعواه وعلى قوله شكرا جزيلا لك الأستاذ زهر سلم ودعمك أز الشاق العربي كنت معنا في برنامج حلقة نقاش قدمتها لكم مشاهدين الأفاضل في قناة المستقلة من لندن شكرا لكم أيضا على المتابعة وفي أماننا السلام عليكم